بس الحقيقة قصة وزارة الزراعة دي قصة مش عارف مش عارف الحقيقة الحلها عامل ازاي مش عارف انا فشلت ان انا حتى دور على فكرة نريح بيها القصة بتفسير وزارة الزراعة الا ان احنا نقفلها يعني الحل ان احنا نقفلها فاكرين حضراتكم وقت التعديل الوزاري الاخير ومشي وزير الزراعة وجديد ووزير الزراعة جديد وبتاع انا قلتلكم وانا بقرلكم الاسماع وبقرلكم التعديلات وبتاع قلتلكم ان وزارة الزراعة دي هي الوزارة الايه فاكرين اللفظة ده أنا قلته قلت هي الوزارة الملبوسة ملبوسة المفروض أنها ملبوسة عفريت لا هي مش ملبوسة عفريت مع الفريت اللي بنية أدم هي ملبوسة فساد محكوم عليها بالفساد ما لهاش علاقة بالوزير أنا هنا مش بقول إن الوزير فاسد ولا الوزير اللي فات فاسد ولا كذا ولا أيفرق معايا الوزير الوزير ده آخر همي لأنه بطانة الفساد تحت وشلت الفساد تحت والقوانين التي تشجع على الفساد في وزارة الزراعة والطريقة اللي بتدار بيها وزارة الزراعة والطريقة اللي بتدار بيها الأراضي التابعة لوزارة الزراعة تشجع مين على أنه يفسد تشجع أشرف الشرفاء على أنه يفسد لو واحد اسمه أشرف شريف أبو الشرف حياخد 15 سنة سجن لو دخل وزارة الزراعة لأنه حيفسد فهينسى أشرف ويولع في شريف ويحرق أبو شرف هي القصة كده وزارة الزراعة دي ملبوسة فساد مستنقع فساد حتى هنا حتى ثمالة زي ما بيقولوا وللأسف الحكومات والنظام في مصر كل ما بيجي يتعامل مع قضية فساد في وزارة الزراعة يوم مغاير وزير حصلت قضية الفساد الكبرى اللي تمسك فيها كان اسمه ايه وزارة الزراعة المحبوز صلاح حلال اسمه صلاح حلال اللي اتقابد عليه من قدام وزارته هو نازل ومش عارف ايه والتاك تمام اتقابد عليه فعملوا ايه قاموا جايبين وزير جديد لكن السيستم بتاع الزراعة زي ما هو طب يعني هو الوزير الجديد ده ساحر جايبين مثلا من والجزئ ما عارفش كده شخص مشي وشخص جيه لكن السيستم والبيروقراطية والفساد زي ما هو فجيه وزير ومش فاكر اسمه ايه بصراحة اللي جيه بعد صلاح حلال لو حد فاكر يقول لي وزير الزراعة حاجة ا procedure ابي حديد ولا ده كان قبل كده زمان ابو حديد ده باب قبل كده ايمن ابو حديد باين كان قبل صلاح حلال مش فاكر من اللي جيه في النص بعد صلاح حلال وقبل ما ييجي الدكتور عبد من عم البنة دلوقتي فبرضه تقالك مش عارف ايه والزراعة فيها ايه وشمال ايه ويمين ايه طب ماشي وزير الزراعة وهاتوا الدكتور عبد من عم البنة اللي هو الوزير الزراعة الحالي وبعدين هي هي يا مغلية كما خلقتني حلها ايه ده لازم يتعمل لها مؤتبر قومي تصدقوا ده محتاجين مؤتبر قومي للبحث في كيفية مكافحة الفساد اللي موجود في وزارة الزراعة مش عايز اقول كله عشان ما بقاش بتاهم كتير كتير في وزارة الزراعة بيقبط وكتير من وزارة الزراعة بيأكل في كل اكلة وكتير في وزارة الزراعة له ختم على كل حتة ارض بتروح وبتيجي ده يا جماعة في ناس في وزارة الزراعة بتطلع ورقة وعكسها اللي انت عاوزه شوف انت كمستثمر مدام بتدفع سيبك من المستثمر دي مدام انت فاسد ما هو اللي بيدفع ده فاسد مرتشي يعني اوراشي مدام بتدفع وهتقبجني اللي انت عاوزه موجود في وزارة الزراعة عايز ورقة بتقول ان الارض دي فيها اثار حديك عايز ورقة بتقول ان الارض دي ما فيهاش اثار حديك عايز ورقة بتقول ان الارض اللي فيها بير حد ديك عايز ورقة بتقول ان الارض دي فيها ما فيهاش بير وجفاف اللي انت تؤمره حد ديك المهم ان انت لما اجزة تاخد والقصة دي بقى لها 10 15 20 30 سنة ولا تدخل وزارة الزراعة محتاجة تدخل جراحي مش بس عشان موضوع الاراضي عشان موضوع الاراضي وموضوع المحصيل وموضوع المهندسين الزراعيين وموضوع السياسات الزراعية اللي في مصر وموضوع 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 عايزين تعرفوا لماذا انهارت الزراعة في مصر لماذا اندثرت الحضارة الزراعية في مصر اللي هي كانت اساس بناء حضارة مصر عشان تعرفوا لماذا انهار الفلاح وبدل ما الفلاح هو اللي كان بيصرف على مصر هو اللي بيأكل مصر وخيره مغطي مصر الفلاح دلوقتي بيتسول ومدد ايده عشان يأكل ويشرب ولبس جلبيته ونازل على مصر عشان يشتغل دلوقتي باعه جائلين ولا يشتغل بحاومة في عمارة بدل ما كان سيد في أرضه وبيزرع وبيحصد اعرفه حصل ليه في وزارة الزراعة مصري كان يجب نصدر حاصرات الزراعية وصلنا دلوقتي إن احنا منستورد حاصراته من إسرائيل ومن 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 دول ما كدتش تعرف حاجة عن الزراعة إحنا اللي منستورد أكلنا منها لأن احنا ما بنزرع عش entscheiden نأكل عشان ما عندناها زراعة عشان ما عندناها سياسات زراعية عشان ما عندناهاها خريطة زراعية عشان ما عندناش ناس بتشتغل في الزراعة وفاهمة في الزراعة لا دي شغالة فاهمة في الدرج وفتح الدرج وزرفني تعرفني الحال ده حيستمر كتير غيروا وزراء وغيروا مسؤولين وغيروا وكيل وزراء وغيروا كل الحاجة طالما السيستم زي وهو والحال زي ما هو لا فائدة لا أمل